خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المباراة من الناقد الرياضي الأستاذ سامح سمير أهلا بحضرتك يا أستاذ سامح أهلا بيك يا أستاذ مونة بمسي عليك وعلى أستاذ المشاهدين وابتدى المشوار حتى مع عصام حسن ابتدى المشوار حتى مع المنتخب الوطني ابتدى المشوار حلم المصريين بإذن الله كأسهم الأفريقية وكأس العالم إن شاء الله يا رب يبقى مشوار جميل بإذن الله طيب يعني الأول يعني تقييم حضرتك للمباراة شايف المستوى كان عامل إزاي مين اللي كان أقل مين اللي كان أعلى المفروض كنا نعمل إيه عشان المستوى نطلع أحسن من كده شوفي عايز أقول لحضرتك على حاجة يمكن هختلف معاك ومش هختلف معاك في نفس الوقت يمكن قلتي إن كان المستوى متوسط شوية خلينا أقولك إن المباراة اللي بتتسم إن المنتخب الوطني بيواجه فيها منتخبات يعني ضعيفة المستوى أو متوسطة المستوى أو منتخبات لسه حديثة الولادة بتبقى الآن من النتيجة بتبقى الآن من عشوائية المنتخب بتبقى الآن من الصغير لما بيجي لعب كبير ويبقى عايز يشوف صلاح وتريزيجي ومرموش وحسام حسن ومجم المنتخب وبيلعب القاهرة فبتقلقي وبتخافي لما بتواجه منتخبات كبيرة يمكن لسه قوة المنتخب الوطني وشراسة حسام حسن لم تظهر حتى الآن لأنك ما قابلتيش جنوب إفريقيا ما قابلتيش المغرب ما قابلتيش الجزائر ما قابلتيش تونس فده طبعا لسه نتعيد تشوف قوة المنتخب بهذه المباريات ولكن لما تيجي تواجه بوتسوانا لما تيجي تواجه موريتانيا ما تنتظريش من المنتخب الوطني إنه هو بيكون بأفضل حالاته لأنه بيفاجأ بمستوى المنتخب اللي قدامه بيفاجأ بإمكانيات اللعيبة اللي قدامه ما بتبقاش في خطط واضحة ما بتبقاش في علامات واضحة يقدر المنتخب يمشي عليها يعني كالهم بيلعبوا بعشوائية قدامنا حيث عايزتهم كده برافو عليك يا سيدان وأنا يمكن حضر يخلخصتي المسألة إنك أنت بتخاف من الكل العشوائية فاللي همك هنا إيه إنك أنت تحسن من نتيجة تفوز وتحصد الثلاث نقاط وأيضا تفوز بأكثر من هدف عشان تقول برضو أنا منتخب مصر أنا حسام حسن أنا محمد صلاح أنا تريزيجي فإحنا فيزين النهاردة في القاهرة 2-0 إن شاء الله تقدري في موريتانيا تعملي نتيجة إيجابية فما ننتظرش قوي إن الأداء يكون ولا أحلى ما ننتظرش إن قوة المنتخب الوطني تبان أو تظهر أمام بعض المنتخبات العشوائية وإن كنت بأؤكد عشان محدش يقول إن إحنا مش فاهمين بأؤكد إن القارة الإفريقية المنتخبات فيها تطورت بشكل مرحي ويمكن ده اللي يقلقك طبعا إن الصغير بأزاي وزاي كبير ودائما بضع بالمثل بجزر القمر اللي قلبت الدنيا في كاس أمه الأفريقية قبل الأخيرة وما تتنزيش اللي عملته في الكاميرون كمان مستضيفة البطولة فكل المنتخبات الصغيرة كبرت كل المنتخبات العشوائية بقى يتخاف منها معظم اللاعبين محترفين في أوروبا وديكي شفتي بوركينا فاسو وشفتي فتصفيات كاس العالم فنون الحمد لله حسام حسن بلا هزيمة حتى الآن حسام حسن سجل نظيف في المباريات من فوز وتعادل لم يحسب أي مباراة بمناسبة ذكر كابتن حسام حسن طبعاً اللي بحييه وببريكله طبعاً من ابتدى المشواره وبنقوله يا رب يبقى مشوار جميل بإذن الله هو ليه لحد دلوقتي المنتخب بتاعنا ملعبش فرق كبيرة شوفي أنت يعني إيه نظريته في كده مش نظرية ولا حاجة كل الحكاية أنه لسه حسام حسن بيبتد المشوار مع المنتخب يمكن الراجل بلغتنا بقى كده بيشد بشعره شوية أنه هو نفسه يعمل معسكر شوية يقدر يحفظ في اللاعبين طريقة لعبه يقدر هو يشوف إمكانيات كل اللاعبين يقدر يعالج بعض الأخطاء يبدأ يعمل استراتيجية جديدة لتطوير المنتخب الوطني أو بمعنى أبقى نكتعملي منتخب قادر على الوصول للبطولات وحظتها كمان مش مجرد الوصول فقط فالرجل طبعا بينادب ده بينادب لقاءات ودية بينادب تجمعات ومعسكرات يستفيد منها اللاعبين وهو كمدير فأني ولكن للأسف شوفي ارتباطات الأهل المحلية والقرية عاملة إزاي شوفي ارتباطات الزمالك وارتباطات بيرامدس ارتباطات غير طبعية تماما وقوام المنتخب كله من الأندية الثلاث الثلاث الزمالك والأهل وبيرامدس فطبعا صعب كل ده على حساب المنتخب طبعا محليا وقريا وعالميا في المحافل الدولية الزمالك رفع راسك فيه الكومفيدرالية بيرامدس خير سفير وفريق قوي حتى المصري دلوقتي كمان وراحين نعمل سوبر رباعي فيه الإمارات شكلنا حلو ولسه نجمع من السوبر الإفريقي جميل بين الأهل والزمالك المنتج المصري يا أستاذ مونة بقى منتج محترم العالم كله بيتفرج عليكي الخريج وإفريقيا بيتفرجوا عليكي فالاستحمل شوية ندي لحسام حسن الفرصة نبتدي ندي لمنتخب الفرصة أنه هو يصل اللي احنا بنرجوه حسام حسن يبتدي يطور في اللاعبين وإمكانيات اللاعبين وطريقة اللاعب نقدر نحكم عليه في المباريات اللي جاية لحد ما نقدر إن شاء الله نصل لنهائي بقى كاس أم الأفريقية وأيضا تصفيات كاس العالم عشان نقدر نحكم على حسام هل هو يستحق التواجد داخل منتخب مصر أم لا لكن إن شاء الله يستحق النهاردة كان فيه صورة يمكن عايز أقولك عليها عجبت نياوي ويف عليها المخرج شوية وحسام إبراهيم الاثنين يعني وقفين بيصرخوا وبيشدوا بشعروهم كل واحد موطي كده بيزعق في حالة حماس في حالة عشق لطلاب الوطن في حالة عشق للمنتخب الوطني هو ده اللي أنا محتاجه أنا وحضرتك وجماهير مصر كلها إن أنا لأي مدير فني واقف على الخط بكل قطرة زي أيام كابتن حسن شحاتة برافو عليك يا صورة مونة أنت بتكملي الكلام دي حقيقة أيام كابتن حسن شحاتة وأيام كابتن جوهري كان كلنا ملتفين حوالين هدف واحد هو مصر في كاس العالم 90 ثم مصر في كاس العالم 98 مع كابتن جوهري ثم كابتن حسن شحاتة ثلاث مرات ولا أحلى عالفين وستة وتمانية وعشرة إزاي نرجع تاني التوريفة دي إزاي نرجع الكرة للجماهير والجماهير في المدرجات إزاي نعمل منتخب خائب من 14-15 سنة لم يحصل على بطولة في سابقة هي الأسوأ في تاريخك ككرة قدم مصرية كل ده لازم نلتف لازم الإعلام المصري بخطابه هادي ومحترم ومهني لازم نقض خلف حسام حسن والتوريفة اللي موجودة حاليا مع المنتخب الوطني لحد ما إن شاء الله أدخل مع حضرتك تاني ومتواجد معاك ضيف نبارك للمنتخب الوطني لما ياخد كاس عم الأفريقية لما يصل لكاس العالم هنا نقف أنا وإنتي وكلنا نقول شابو حسام حسن والمنتخب الوطني أستاذ سامح وأنا بختم حضرتك هذا التليفون وبشكرك جدا طبعا أنت متفائل؟ طبعا جدا أنا كمان متفائل يعني أنا مش هطول على حضرتك لأن أنا شايف كمية المدخلات يعني برنامج جايل واتبعت كتير فيه لما كلمتوني وحاجة محترمة جدا مش عايزة أطول عليك ولكن مش متفائل وبس لا أنا متفائل جدا جدا لأن عندك توليفة محترمة جدا من اللاعبين عندك قماشة كانت محتاجة كده مفصلاتي خلينا نتكلم بقى بلغة الشارع المصري حد كده يبقى عارف إزاي يفصل لك منتج محترم لمنتخب مصر يرجع تاني البطولات وأعتقد أن ما فيش أحسن من أحد تلامذة الراحل محمود الجهري وهو كابتل حسن حسن كل توفيد صحيح أستاذ سامح سمير النقد الرياضي بشكر حضرتك جدا على هذه المتاخلة مع بشكر حسن خلالة من اللاعبين